ألزاس هو معرض لوحات للفنين جوخوري يلي فتح أبويبه بـ 29 لأدار وبيستمر لغاية بكرة أهلا وسهلا فيك بسيو جوخوري أهلا فيك بنا نحكي عن المعرض عن أجوائه يلي بلشت بـ 29 الشهر كيف كانت الأجواء له هلأ؟ الأجواء كتير منيحة والفكرة هي شوية جديدة إذا بتنتبهي بكل استقبالاتك هلأ عم تعمليون هلأ ما حدا عم بيشتغل انطباعي أنا بيشتغل أبسترقت تجريدي والذي زمان اللي فوق الأربعين سنة بعمل المعارض نعم رح نحكي عن أربعين سنة وتوج بهذا العمل اللي هو ألزاس توج به ليش هيدا تعرف انت بس واحد يسفر لبرة بياخد كاميرا ويصور يصور وقت رحت على الألزاس لهني كنا روحت بشغل وقت رحت على الألزاس شفت حقل جميل جدا بالأهرى حقول جميل جدا كنت بمحال سينت ماري ديمين جميل جدا أنا بس سفر بياخد معي دائما قوي للرسم هيدا مهمة لأنه الألزاس بدل قلة التصوير بتقول معك تبلو للرسم وبتوح على المدن شو بديك تصوري؟ بيتون وقت رحت على الألزاس شفت هالمناظر الحلوة صرت اتذكر كيف كانوا هالفنانين الأسادز الانطباعيين وقت كانوا ياخدوا ويروحوا على الحقلة تيرسموا من هكي عملت صرت المحال هاللي أنا فيه ااخدوا هو وزاته ارسموه بسامته عملت سبعة وعشرين لوحة سبعة وعشرين لوحة سبعة وعشرين لوحة من الفين وستعاش معمولين وحطتون هود الألزاس هلا على الشاشة من بعينين رسمتون بطريقة تجريدية بطريقة انطباعية انطباعية بطريقة انطباعية هيدا اللي بدي استفسره كانت منك لانو عم نشوف انطباعية باللوحات انطباعية هي المشهد انطباعي صحيح هيدا هي والرسم معمول اللوحة معمول بشكل انطباعي هل الفنان اي شي بشو شو يلي بخليه ينطبع بذكرته بريشته لحتى يرسم شو يلي بيكون مصدر الهام لك كل حدث بالحياة غير الطبيعة حدث بكل حدث بالحياة حدث شوفي عنديك احداث بطريقة لانو نحن الفنانين مثل انا الي ساعة 40 سنة برسم ما بقى نرسم الجامد الجامد الشي الجامد الشي الجامد صرنا نرسم وراه بديك تطلع ورا اللوحة ما وراه اللوحة بديك تشوف الاحاسيس طبعا بديك تشوف الموضوع طبعا لانو كل اللوحة الى موضوع هادي غير الالزاس كل اللوحة الى موضوع وإلى فكر معي مشجو 40 سنة من الرسم حوالى الاربعين معرض قدمته اكتر اكتر من اربعين معرض اذا بدك تصنف هال اربعين معرض غير الالزاس شو بتحكي عنهم وقد بيفرقوا عن الالزاس ايه انا بي تجارب الاربعين لانو بعدنا عم بجرب ما بيشتغل الا التجارب بعتبر الفن هو تجارب نعم التجارب لانو لازم نقدر نوصل لمحل انت بتعرف بيمرق بمدارس في مدارس بالفن ووصلنا لمحل تقريبا صارت عم بتسكر العملية صاروا كليتهم وصلنا على الامستري ووقفين ووقفين هي تجربة بالاربعين سنة كل المعارض اللي عملو ان كان السولو لحالة او مع غيره كلهم انا هنه تجارب وبعدنا لعلى عم بيشتغل تجارب لانو تنقدر نوصل لمرحلة مش انا وكل الفنانين تنقدر نوصل لمرحلة ما وراء التجريد فنان يصير ناضج بلوحاته الالزاس مختلف عن كل هالمعارضة اللي قدمتها بحياتي الالزاس هي تجربة وبعدها تجربة وبعدك بتعتبرها تجربة بس بعدني بتعتبرها تجربة طب ايما تب نوصل للنضوج ما عارب نوصل فنان هو تجربة ما في كل شي في شي بترضى عنه وفي شي ما بترضى عنه بترضى عن الكل وما بتحب الكل الفنان بس يصال على لوحة وبيحبها الفنان الاصيل بيحبها بس ثاني نهار وثالث نهار بيطلع فيها بصير قول لازم اعمل احلامنا ولازم اعمل غيرها من بعد ما تذهب كم يوم بيحس هيك بتضل تحس هيك وحتى وقت بتحطيهم بالمعرض بتحس هيك وقت بتشونا عن شو فيهم بتحس هيك وقت عم تشرحيهم بتشو فيها هيك تقولت عم ترسمها انتوا عم ترسمها ما تكون هون الفنان المضبوط ما بيكون هون بكون كل حواس ومتاقدة يعني ما بيكون عارف شو النتيجة عم يرسم لا ولكن لا بيكون عارف شو بدأ تكون النتيجة عارف وام بديو يروح انا بيسئلوني مرات دكية عم بترسم بالريح ترسم انا مدير بانك انا اقتصادي بالكطاع المصرفي انا بالكطاع المصرفي وانا بالجامعات كمان انا بعلم بالجامعات لانه مع اختصاصي بالاقتصاد نعم وعن تكون عم ترسم الحاسيس تبعيك ما بتكون الحاسيس هلها بتشتغليها قبل الظهر بالشغل هلي هو غير شيء ارقام مختلفة عن الانطباعية مختلفة بالمرة بالمرة بس ان اتنايتهم بيساعدوا بعضهم وعند شعورك بيكون رايح واحاسيسك بتكون رايح بحاجة انك ترجع تلملمه بحاجة انك ترجع تلملمه هل تلملم هدا ما فيك تودع بتبقى الرسمي هون دائما الفنان بصوروا يفكر يفكر تكون الرسمي مطبوعة براسه طي يقدر يعملها او بدوا يعملها سكيتش لما بتكون موجود بالمعرض الزوار موجودين بتراقبلهم نظراتهم تطلعاتهم باللوحات وحركاتهم والبسمتهم بسمتهم وحركاتهم ومشيتهم وكيف وقفوا وكيف وقفوا وكيف يتفاعلوا مع اللوحة عدد تتأثر وكيف تقريها بتأثر ايه اكيد بتأثر بتأثر باللي بيحب اللوحة وبتأثر هاللي بيمرأ احد منها ضل ماشي مرور كرة هاللي بيمرأ احد منها بقرب علي تسأله ايه شو ما حبات فيها او طلعت فيها شو شفت شو ما شفت شو ما شفت فيها شو عانيت لك بيقول لي لا مستعجل مثلا بد يروح انت مستعجل ليجيت هتحكي انا ويه ما بتحب لهم الأخضر هاي الأصفر هما بتحبوا بصور بفوت معو بس لما بيجاوبك بتعدل يمكن بتصير تقول انه انا هو ما فهم بس انا عارشه قدامك ابدا ما بعدل بشي اللوحة ما في مجال عدد فيه بتعدل بعمل اخرى ما بعدل بشي المشاهد بشاركك لازم يشاركك تقدر انت تحسه بس ما فيه اثر على الفنان تقدر يعدل بعمله 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 المعرض لقيمته المستمر لبكرة المكان استاذ بالإكزود بالأشرفية نزلت وزارة الخارجية أهلا وسهلا فيك الفنان جوخوري كل توفيق لك وبكل الأعمال التجربية يلي بعدك عم بتقوم فيها أهلا وسهلا شكرا جزيلا وشهدينا نحن عم نوصل لنهاية حلقتنا مشكر متابعتكم نلتقي بكرة بنفس الوقت باي باي موسيقى موسيقى